النجاح جوازاً مصطلح لم يعد موجوداً بعدما تحولت اختبارات الوظائف الإشرافية بوزارة التربية للإلكترونية لتشكل هذه الاختبارات أزمة بعد تكرار السقوط فيها ما عندنا شيء اسمه واسطى يمكن الاختبارات الإلكترونية ما فيها مجال لتدخل أهواء المصححين هي نتيجة مثل اختبارات الآيلز والتوفل الجدام الجهاز الاختبارات اللي كانت بالسابق كانت ورقية وبالتالي كانت ترجع إلى أهواء المصححين قبل لا ترفع النتيجة إلى وزارة التربية يشوفون هل يتم رفع سين وصاد وعين اللي واصلي مثلاً 68 أو 67 هذه كانت الطريقة الآن هي نتيجة محسومة على البرنامج عندهم على الجهاز فما في مجال الاجتهاد نهائياً ولكن عطيناهم فرصة والفرصة أيضاً قادمة في القريب اللغة العربية كانت أكثر مادة شهدت تدنياً في نسب النجاح وسبب كما يؤكد وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري طابعها الخاص اللغة العربية ممكن يكون لها طابعة خاصة اعتبار أن اللغة العربية المجال فيها واسع جداً بالنسبة للاختبار أيضاً بالنسبة للاختبار قد لا يراعي مسألة المراحل التعليمية على اعتبار أن الاختبار يوضع لجميع المراحل سواء كان المعلم في مرحلة ابتدائية أو المرحلة المتوسطة أو المرحلة الثانوية آلية لن تتغير حسب ما صرح المسؤولون فالحاجة لمن يثري ميدان الوزارة التربوي تبقى الأهم وتبقى الفرصة قائمة لمن لم يحالفه الحظ بالنجاح زهراء الكاظمي لتلفزيون المجلس